الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين ثم أما بعد أعزاء الطلاب بعد أن وقفنا على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وأدلتهم التي اعتمدوا عليها نذأ الآن في بيان مذهب نفات هذه الرؤية حيث ظهرت أمام المعتزلة أمام أهل السنة والجماعة جماعة أخر ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى لقد اجتمع نفات الرؤية من الجهمية والمعتزلة أمام أهل السنة والجماعة على هذا الأمر حيث قال نفات الجهمية والمعتزلة إن الله لا يرى في الآخرة إذن الحديث الآن منصب على الرؤية في الآخرة الجهمية والمعتزلة ومن سار على منهجهم والحقيقة هنا أن هذا الفريق من الذين نفعوا الرؤية قد اعتمدوا على أدلة كثيرة من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وهكذا إلى آخر الآية المباركة علق كما يقول المعتزلة ومن سار على منهجهم علق الله الرؤية على أمر مستحيل وهو ثبات الجبل ولذلك لم تثبت الرؤية لموسى على مدعاهم وعلى رؤيتهم حيث قال لن تراني كلمة لن تراني هذه تثبت النفية للرؤية تماما في رؤية الجهمية والمعتزلة أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هنا يرى المعتزلة ومن سار على منهجهم أن الله تبارك وتعالى قد نفى نفيا قاطعة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وما دام القرآن قد أكد أن الرؤية غير ثابتة فلا ينبغي لأحد أن يدعيها هذا ما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة هل سلم لهم أهل السنة والجماعة؟ الجواب كلا لقد أجاب أهل السنة والجماعة على هذا النفي وعلى استدلال المعتزلة والجهمية بأقوال وبردود عديدة في قوله تبارك وتعالى قال لن تراني الذي اعتمد عليه المعتزلة ومن سار على منهجهم أنكر أهل السنة أن يكون التفسير صحيحا فرد أهل السنة والجماعة على الجهمية والمعتزلة في نفيهم بوجوه منها إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من ربي الرؤية في الآخر وإنما طلب الرؤية في الدنيا لقوله أرني أنظر إليك أي الآن فقال الله عز وجل له لن تراني يعني لن تستطيع أن تراني الآن لكنه ما دام قد نفى الرؤية أو أن الآن لا يستطيع موسى عليه السلام أن ينظر إلى ربه فإن ذلك لا يعني أنه نفاها في الآخر أيضا من الوجوه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته وهو موسى عليه السلام أنه يسأل الله تبارك وتعالى ما لا يجوز له السؤال بل هو من أعظم المحال إذن موسى عليه السلام لم يطلب من ربه أمر مستحيل إذ لو كان موسى عليه السلام عالم أن هذا الأمر مستحيل وأنه لا يمكن أبدا أن يقع لما طلبه موسى عليه السلام فلما طلب موسى الرؤية دل ذلك على أنها جائزة هذا هو فهم أهل السنة والجماعة أيضا من الوجوه التي رد بها أهل السنة والجماعة على الجهمية قالوا إذا جاز أن يتجلى الرب سبحانه للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ولا عقل ولا فهم فكيف يمتنع أن يتجلى لرسول هو من أعظم الرسل وهو من الرسل الذين قال الله في حق فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأيضا هو من أولياء الله في ذلك رمتي ولكن الله عز وجل قد أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يفبط لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف أي إن البشر سيكونون على هيئة معينة وعلى وضع معين يستحقون عنده إذن أن يروا الله على حقيقته يوم القيامة أما في الدنيا فالبشر أضعف كذلك أجاب أهل السنة والجماعة على الاستدلال الثاني للجهمية الذين قالوا إن الرؤية غير ثابتة بقول لا تدركه الأبصار فرد أهل السنة والجماعة على هذا الدليل بقولهم إن معنى الآية أنه سبحانه لا يدركه العباد وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من أن ينظر إليه العباد بضعفهم وهو أكبر من أن ينظر إليه شيء في الكون لكمال عظمته فهو لا يدرك عند إذن بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاط بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية الإحاط شيء أعظم من الرؤية فإذا كان العبد لا يستطيع الإحاطة بالله فكيف يراه أو إذا كان الإنسان لا يستطيع الرؤية فكيف يرى الله ويحيط به تماما هذا رأي أو هذا نقد سديد لأهل السنة والجماعة في وجه الجهمية والمعتزلة أيضا يقولون لهم إن الرب تبارك وتعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما هذا هو الذي فهمه الصحابة والإئمة من الآية المباركة أما قول بعضهم إثبات الرؤية ولكن لا إلى جهة بعض المذاهب يرون أن الرؤية ثابتة ولكن الرؤية هنا لا إلى جهة بمعنى أن الله ليس له جهة هذه الرؤية أو هذا المفهوم ذهب بعضهم إلى أن الله تعالى يرى لا في جهة وهذا رأي خالف أيضا الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع بمعنى أنهم يثبتون أن الرؤية صحيح هي موجودة هي جائزة لكنها ليست في جهة طيب إذا لم تكن في جهة وإذا لم يكن الله تبارك وتعالى أمام عين عباده الذين أكرمهم برؤيته في الآخرة فكيف تكون الرؤية إذن؟ إذن هذا الرأي يتناقض مع الآيات السابقة وأقوال النبي وإجماع الأمة ويقال أيضا من أقوال بعض الفرق إذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة هذا كلام أيضا يحتاج إلى أدلة وعندئذ يسقط هذا القول من أساسه كيف تعقل رؤية الله بلا مقابلة بغير جهة؟ يعني هذه الأقوال كلها أو هذه النقاط ترد على دعوى هذا الفريق إنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية فإذا كان في الدار الآخرة إذن أكمل الله قوى الآدميين كما قلت منذ قليل إن العباد سيكملهم الله عز وجل وسيجعلهم في هيئة معينة أي قوى يدخلهم في قوى الآدمين حتى إذا أطاقوا رؤيته تجل الله عز وجل عليهم إكراما وتعظيما وإنما سبب هذا القول أنهم قرروا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فإنه سبحانه مستوى على عرشه بائن من خلقه ترجمة نانسي قنقر